ايكو ستوري الغريب انه في العالم الاسماء اللي احنا نعرفوها بالاسماء هذية ما تتسميش كان بعد تولي تاريخيا معناه يعني في الحرب العالمية الثانية اول ما بدت ما كانوش يعتقدون ان هي باش تكون حرب عالمية كما اللولة ثورة الخضراء ما تسميتش ثورة الخضراء كان بعد ما حققت كل تلك النجاحات وعليش ديما مربوطة ثورة الخضراء بالمكسيك وعليش وعليش تتسمى اصلا ثورة الخضراء هذا باش نحكيو فيه دونك سمينت ثورة الخضراء لانه عندها علاقة بالفلاحة المرة اللي فيت تحكينا على الدواجن والثورة اللي صارت في الدواجن وانه عدد سكان البشرية لا يحتمل اليوم الثمانية مليارات لا يحتمل انه احنا من استعملوش الادوية والاسمدة والانتيبيوتيك باش الرب بيوتجيج لانه من نجموش بطريقة وباخرى لانه يمكن تحصل مجاعات في العالم دونك اكثار اكثار المعنيها البروديكسيون هو بطريقة وباخرى نتيجة ليرتفاع الكبير في عدد السكان ولا في النمو الديمغرافي في عام سبعة وثلاثين كان ثمه استاذ جيميا اسمه مدى معناه على مدى العقود او القرونة الماضية كان ديما ثمه كل عصر عنده الامراض متاعه الفيروس متاعه امراض المحاصيلة الزراعية متاعه بشكل دونك الاستاذ هذا الجيمعي او العالم يقصد في الامراض والفطريات في الكونفيرونس هذيك ولا في المحاضرة هذيك كان حاضر شخص اسمه نورمان بورلوج اللي هو نورمان بورلوج اللي هو انسان شخص كان يقرأ في يقرأ طب مدسي نحضر المحاضرة دي المحاضرة دي كانت سبب في انه هو يترك عالم الطب والجراحة ويتوجه الى دراسة علم النباتات في جماعة مينيسوتة عام 1942 خليني الناس اللي تسمع فينا يقول لكم يمكن يملوا من الحديث لكن خليني نعطيهم حاجة بش يبقاوا معنا اللي هو نورمان بورلوج انقذ مليار شخص من الموت جوعا من الموت جوعا ونورمان بورلوج اليوم ينقذ فينا كل يوم كل يوم قاعد ينقذ فينا بأفكار وبالعلوم اللي عملها دونك عليش نورمان نركز برشا مع الفلاحة والنباتات لانه شايف بالحق انه الجوع شنوي نجم يعمل فيه انسان عاشرة وعاينة الحرب العالمية الثانية عاينة الأقوام والمجموعات البشرية وقت ما يفتك بها الجوع شنوي نجم يعمل واكتشف فجأة انه الانسان كجوع ما عادش يولي عنده حتى حاجة مربوطة بالعقل كل شي ينتزعم العقل وتولي الانسان هذيك يولي عبارة على حيوان من يزم يوكل فيه بأي طريقة معناها كانت دونك والفترات هذي اللي شايف هو الفترات الكسيد الكبير وقتها 1929 وكانت الفقر والميزيريا والبؤس منتشر في الشوارع متاع ايطاليا ومتاع انجليتيرا ومتاع دونك بعد الحرب العالمي ثاني صار ثم التعاون بين الولايات المتعدة الامريكية والمكسيك انتج مركز دولي لمعالجة الذرة والقمح في الوقت هذيك كان ثم الذرة كانت من اكثر مواد الاستهلاك وطبعا القمح اللي هو الامير متاع الماكلة المركز هذا هو مركز الذرة والقمح سموه السيميت اللي هو المدير متاعه نورمان بورلوج نورمان هذا ساعد في انتج هذا المركز به في الوقت هذيك ما كانت تم حاجة اسمها طورة خاطراء بتبيع ولكن المؤرخين بناء على شنه بناء على اللي بيش نحكوه بداية من تاهم نورمان في اتار المركز هذا تور ما يسمى بالقمح عالي الانتاج قبل الجمح قبل عام 1950 كانت السبولة متاع الجمح ساقيها طوال وتنتج سنابل ولكن مش برشة سنابل صار ثم موديفيكاسيون جينيتيك نقصت في الساق متاع الوحدة ما يسموها يسموها لبلينا لا يسموها كيفاش الجينيات بالعربية الجينية المهم لا دين لا لا الجين بالعربية الفصحة المفيد الجينيات القزمية القزمة هذي هي لبلينا بالضبط لا لا مانينا حابيت نستعمل بالعربية الفصحة لهو الجينيات القزمية النقص الواحد ونزيد في السنابل نقص في طول النبدع ونزيد في عدد الحبوب اللي موجودة في السنبلة بالضبط معناها الحاجة اللي بيش نستاهلكوها في السيجم تاع السنبلة نستاهلكوها في الحبوب خير هذي كانت في طور التجربة وفجأة القمح عالي الانتاج معناها اعطاء المردودية كبيرة يسير في عام واحده ستين ما كانتش يعني كان العالي العالي الانتاجية هذا القمح القزم هذا كان يتغرس في المكسيك ولكن ما كانش ما كانش عنده اهتمام كبير بالنسبة للعباد وما كانش صحيح هو معناها عامل ولكن في الوقت هذيك ما كانت تتم برشا وسائل العالم ما كانت تتم يعني المعلومة لم تنتقل بالشكل الكافي وحاجة اخرى باقي ديما الناس في الوقت هذيك عام الاربعينات والخمسينات العباد ما كانش عنده ثيقة كبيرة في العلم بمعنى انه هو يشوف ريزولتات كما كي يقول كي ثم حاجة في الوقت هذيك كانت الهند تعيش نوع من المجاعة التي ستفتك بقرابة بأقل من مليار شخص المهم والهند استدعت قتل وقابل مع وزير الزراعة شنو نعمل وقال وسمعنا انه انتم عندكم القمح القزم هذا وشنو كيفش تعمل فيه قل وانا يفسر القووين انه مركز الضرع والقمح سمت زاد عمل حاجات اخرين كما الضرع معناها عمل موديفكاسيون واثبتت المردودية متاعها اخترت ولاية البنجاب لتوفر المنابع المياه ولانها هي ارض خصبة اخترت مش يجربوا عليها الهند جربت زاد الروس خطر هو مشاف الروس زاد عمل موديفكاسيون وقوة في الانتاجية متاع الروس في غرسة الروس في ولاية البنجاب المردودية متاعه كانت عشرة اضعاف مردودية الروس العادي تعامل انت مع الحقيقة دية وانت موجود في الخمسينات وانت عندك روز كان ينتج لك في عشرة قناطر ولا عشرة قنطار في الهكتار ولا ينتج لك مئة قنطار للهكتار حجم ما تصدقش دونك وفجأة انقذ اكثر من 500 مليون شخص من المجاعة في قصة نورمان ما وفيتش حد لهنا لانه عام 1990 مزال حي وقتها ومؤخرا لهنا لهنا معنا تم فطر ايات او مرض انتشر ولا ظهر في اغندا المرض هذا كان معروف يعرفوه الفلاحين يعرفوه مهندسي زراعة في العالم يعرفوه ولكن المرض كما الكوفيد رجع بشراسة وبتطور كبير المرض هذا المشكل وين انه المرض هذا في ظرف عام ونص عامين انتشر في كامل افريق صاب امتاع معناها معناها حقول القمح الكل في افريق يضربها المرض هذا بما فيهم بطبيعة حقولنا نحن في تونس وبدأ بشوي بشوي يزحف هاو مصر هاو السودان هاو ادخل في الجزيرة العربية وذهب الى الى اليمن ومن خلال اليمن ادخل في من خلال اليمن ادخل في اش اسم ادخل في اسيا وبدو بداي جاء نورمان بورلوج اللي هو في معناها معالي كيب امتاعه في مركز سيمت وتمكن من معناها بعد دراسات كبيرة بعد عشر سنين يمكن معناها عمل الكونفيرونس دو بريس معاها اصحابه كيما في الافلام وليد وقت الى الاليينز يهجم الارض وفي الاخر يجي تقاعد الجيش الامريك وقل قد هزمنا بالضبط جاء نورمان في عام الف الفين وثمانية رفقة الا لكيب امتاعه واعلن نهاية الخطر الدهم كيف اشتغلب عليهم مش عملوا مبيدات ولا طور ودراسات ولا طور واحد ولا عمل ولكن خلقوا بذور جديدة بمناعة قوية وبمردودية اكبر واللي هي نفس الكاتيجوري متاع الاصناف القزمية بسبب نورمان الهند منعت من مجاعة ووليت من اكبر مصدري القمح في العالم الى جانب باكستين والمكسيك التقديرات تقول هذي تقديرات رسمية تقول انه نورمان انقذ من قرابة مليار شخص من الوفاة جوعا من موفاة محققة من الجوع هذي قصة نورمان برولوج الجانب المظلم من القصة انه نورمان لم يكن يتوقع انه صحيح احنا استعملنا استعملنا المبيدات من اجل واستعملنا الواحد من اجل قتل اي قتل الاعداء الصغار كما الامونيتر وكما الاسمد من اجل قتل الاعداء الصغار الذين يفتكون بمحاصيلنا ولكننا بطريقة وباخرى قتلنا قتلنا جزء من الارض وقتلنا جزء من الحيوانات اللي كانت جزر الارض وقتلنا التربة ثم قتلنا عدد كبير من الحيوانات اللي كانوا هما المسؤولين على عملية تلقيح وهم مسؤولين على عملية زادة حماية الارض كما دعسوق الكوكسينال اللي هي مبيد حشري طبيعي من اقوى المبيدات في العالم يعني انت ما ننتفرج على فيديو في اليوتيوب والناس اللي تسمع فينا بربي يمشوا اليوتيوب وشوفوا الكوكسينال شوفوا كيفيش سرعة الاكل متاع اللي اسموا فيهم هما عندهم تيرم تكنيك بالفرنسوية هما الميكروبيت اللي قاعدين يفتكوا خاصة بالرمان خاصة طريقة الاكل وعدد المرات اللي توكل فيهم معناها مبيد حشري بمئة في المئة احنا قتلنا اليوم على فكرة دعسوقها بش تكون واحدة من قصص الايكو ستوري في المستقبل دعسوقها اللي احنا نسميوا فيها ثم ناس يقولوا دا دعيشة ثم ناس يقولوا خمفة ستنساء هي من اكبر المبيدات الحشرية ولا واني عندها اسطورة كاملة مش كالن احنا في تونس في عدد كبير من الدول دونك نورمان لا اعتقد انه كيما اللي صنعت ديناميت لم يكن في يوم الماء يعتقد انه ديناميت اذاك رمبش يحطوه في بلاسة ويتعدوا عبيد مواطنين عاديين ناس كيفنا كيفهم ونفجروهم عليهم ونقتلهم لم يكن يتوقع هذا زاد النورمان عندما اراد انقضى البشرية اراد فقط انه المئة اكتار هذه اللي كانت تتوكل في مليون عبد حب ولا في مئة الف عبد ولا في الف عبد حب هتوكل الفين وثلاثة الف عبد ولكن في الاخر في الاخر اليوم فشلنا في المعارة والدليل فشلنا في معركة الدفاع عن الكرة الارضية والدفاع عن المحيط والدفاع عن البيئة ودليل اليوم انه ثم علماء وعلى علماء محترمين جدا يقولك واحد من مظاهر التغيرات المناخية هو الكوفيد عمره ما الفيوريوس كان يمتلك كل هذه المناعة لو لم تكن تغيرات مناخية هي تغيرات المناخية التي تسببت في اضعاف المناعة متاعنا ومن جيرها اخرى في تقويت الفيوريوسات هذه وديما نحكي لك الاجزامبل تعال العلماء اللي يبحثوا في القطب الشمالي وليكتشفوا فيوريوسات معناها عمرها اكثر من من ميتين الفسناء دونك اليوم معناها في الاخر نورمان انقذ مليار عبد ولكن تسبب بشكل او باخر زادة في القضاء في القضاء على مكونات طبيعية مهمة جدا في الدورة في التربة والبيئة في التربة والبيئة جزيل شكرا لك عبد السلام الهرشي هذه كانت ايكوستوري الثورة الخضراء في المكسيك الثورة الخضراء العالم حكيتنا خاصة على الحبوب كيفاش تم التغيير الجيني اللي ما كانها بشكون اكثر مردودية وهذا ساهم في القضاء على جزء من المجاعة على الاسف لليوم ما زلنا في نفس المربع معناها اليوم ما زلت في العالم مئات الاليف ما قولوش مليارات تموتوا جوعا